اشتركوا في القناة الطالب يعني ان كان طالبا للعدو فاتحا أو طالبا لأسير عدو قد فر الطالب والمطلوب ان يكون مسلمين كان أسيرا في يد الكفار فنجاه الله جعله ففر منهم او المطلوب رجل فر من ظالمين فاجر فاسق قال باب صلاة الطالب المطلوب باب صلاة الطالب المطلوب راكبا وإماء يعني يصلي راكبا وإماء وقال الوريد ذكرته للأوزعي صلاة شرحبيل من الصمت وأصحابه على ظهر الدابة فقال كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت يعني هو قيادها الأوزعي نعم يصلي راكبا ممئا إذا خاف فوت الوقت احتج الوريد بقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا يسرى أن أحد العصر العصر ملا في بني قريضة عبد الله بن مليس كما تعلمون أنه طلب الرجل هذا الرجل الكاف الذي أمره من السلام بقتله لما رأى وهابه خشع نفسه في صلاة العصر كان ما شاء مقبلا عليه فصلها وأومى يعني هو في رواة الحموي قال وقائما باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماءا وقائما قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول إن المطلوب يصلي على دبته يومئ إماءا وقال كأنه نقل اتفاق أهل العلم على ذلك هذا على المطلوب هم فرقوا بين الطالب والمطلوب فجعلوا تفصيلا وقيودا في الطالب وجعلوا الأمر على الإطلاق في المطلوب لا سيما وأن المطلوب تعلمون الحاجة والإعواز والخوف يعني حامل على ذلك فلا يقيد له قيود أما الطالب فقالوا يقاد له قيود وإن كان طالبا نزل فصلى على الأرض هذا قول ابن المنذر قال شبيل أن ينقطع عن أصحابي فيخاف عود المطلوب فيجزئه ذلك يعني يجزئه أن يكون راكبا ويومئ وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل بخلاف المطلوب ووجه الفرق أن شدة الخوف في المطلوب ظاهرة لاتحقوا السبب المقتضي لها وطبعا تعلمون أن التطبيق القاعد هنا لابد أن يعرف في الأحوال فالمطلوب فيه خوف وفيه هلع وفزع من النايل والمشقة تتجلي بالتسير والأمر إذا ضاقت تسع وأما الطالب فلا خاف استلاء العدو عليه بل هو يخاف أن يفوته العدو والخوف من فوت العدو ليس كالخوف من استلاء العدو عليه وهذا كلام على الإطلاق لكن الأوزاع كما قلنا قيده بخوف الفوت يعني إن خاف الفوت له له أن يصلي راكبا وأيضا على الإيمان فنقل عنه أنه قال إذا خاف الطالبون إن نزلوا بالأرض فوت العدو صلوا حيث وجهوا على كل حال لأن الحديث جاء أن النص لا يرفع ما دام الطلب وطبع عزيز فيه نظر لكن هنا إحنا عندنا الآية تغنينا قول الله للأفعلاء فإن خفتم فرجالا أو رقبالا قال ابن عمر مستقبل القبلة وغير مستقبلها أروا ابن عبدالبر والطبري عن الأوزاع قال شرحبيل بن الصمت لأصحاب لا تصلوا الصبح إلا على ظهر من أجل الوصول يعني فنزل أشتر النخي فصل على الأرض فقال شرحبيل مخالف خالف الله به لأنه خالف الأمير بذلك لأنه خالف الأمير بذلك وخرج من أبي شيبة من طريق رجاء بن حيوة قال كان ثابت ابن الصمت في خوف حضرة الصلاة فصلوا ركبانا فنزل أشتر النخي فصل على الأرض قال مخالف خالف به وللتفريق بين الطالب والمطلوب قال فيه الأوزاعي بالقيد أنه إذا خاف الفوت فعل ذلك قال به الأوزاعي ووافقه بعض العلماء والصحيح في هذا الباب كما قلنا بأن الطالب والمطلوب إن كان المسألة فيها خوف الفوت أو إن كان المسألة على الخوف فإنه له أن يصلي يصلي راكبا ويومي وهذه أصالة من مقاصد الشريعة وقلنا قبل ذلك أن هذا الباب على مسألة مقاصد الشريعة في صلاة الخوف بأن الإنسان إذا طلبه فاجر أو كافر أو كان أسيرا عند الكفرة ففر منهم وخشي الإدراك فله أن يصلي يصلي راكبا راكبا ويومئ وأيضا يصلي مستقبل قبلة أو غير مستقبل قبلة له ذلك هذا المطلوب من العدو وإنقاذه واجب وإنقاذ حياته واجب وإلا لو نزل وصل على الأرض وأدرك يكون قاتلا لنفسه وأما الطالب العدو كما قلنا إذا خشي فوت الوقت لابد أن نقول بالقيد هذا لأن أقصى ما عنده فوت ما يطلبه فوت ما يطلبه لكن قد نقول أن فوت ما يطلبه يضر بالمسلمين لو فوت رجلا كافرا جلدا صلبا صلدا وله ويعمل قتل في المسلمين وهو طلب بأن يطلبه وأنه لو نزل سيفوته قد نقول هو الآن فقطنا للفوت بإذن لا يصلي لا يصلي على الداب إلا إذا خشي فوت أو فوات الوقت على مقال أوزاعي والحق أنه على العموم لأنه قد نقول أن بتفويت ذلك يضر ضرا بالمسلمين فالصحيح أن نقول الطالب المطلوب في ذلك سواء الطالب المطلوب في ذلك سواء وأنه له أن يصلي راكبا ويومئ وأيضا غير مستقبل قبلة وهذه من تمام صلاة الخوف في هذا الباب وهي كما قلنا فيها تحقيق مقاصد الشريعة ولذلك احتجوا بحديث بني قريضة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريضة فهم اجتهدوا اجتهدا عظيما فمنهم من نظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بالنص الظاهر ومنهم من قال نظر إلى المعنى فأخذ به هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم وأيضا الوقوف مع هذا الحديث في مسألة هل الحق عند الله متعدد أم هو واحد لأنهم جميعا يحتجون بهذا الحديث على أن الحق متعدد وأن النبي لم ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء من أخذ بظاهر النص لم ينكر عليه من أخذ بالتأويل لم ينكر عليه وهذا سنبقينه أنه خطأ ولغط في هذا الكلام وإلا فهناك مخطئ ومصيب بين الطائفتين في بني قريزة سنبقين ذلك بالدليل إن شاء الله في هذا الباب في الدرس القادم لكن نأخذ من هذا التويب الذي بوابه الإمام البخاري أنه يصح الإنسان أن يصلي صلاة الخوف طالبا أو مطلوبا لأن مقاصد الشريعة هنا تحوطه طالبا لمصلحة المسلمين مطلوبا لمصلحة نفسه وقد تكون لمصلحة المسلمين أيضا فهنا له أن يصلي راكبا ويومئ في الركوع والسجود والسجود يكون أخفض من الركوع وأيضا مستقبل وغير مستقبل إن استقبل له دار وإذا كانت ترى أن الأشتر لما نزل وصلى على الأرض وقالوا لهم كانوا يطلبون وقال لهم أميرهم قال لهم صلوا على ظهر لا يصلي أن أحد منكم الفجر إلا على ظهر ويعلم أن صلاة الخوف تكون على هذا الباب ولأن مقاصد الشريعة في أن ما ضاق يتسع ما ضاق يتسع فلما قيل له الأشتر نزل فصلى فقال خالفه خالف الله به والحق أنه بذلك أكون خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف مقاصد الشريعة وخالف مقاصد الشريعة فللمرء إذا كان خائفا أن يصلي على راكبا وأن يومئ وهذا كما قلنا هذا شد الخوف مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة وهذا الراجح الصعيح ويأتي إن شاء الله تفصيل القول فحديث بني قريزة في الدرس القادم لأن فيه كما قلنا بيان أن الطائفتين ليس ليس كلام كثير من العلماء ومن من احتج جبيل غزاري وابن أبوكر من العربي ليس لا يقال بأن الطائفتين كان على صواب خطأ بين مع أن جمهارة المحدثين تناولوا الحديث قالوا وهذه دلالة على أن كل مجتهد مصيب خطأ بين وكل مجتهد مصيب الأجر لا الحق وحتى في صلاة بني خريضة أو حديث بني خريضة لا يقال بأن الطائفتين كان قد أصاب خطأ بين هناك من أصاب وسنبينه إن شاء الله بالدليل على ذلك هناك من أخطأ لكن أنه السلام في نهاية الأمر لم يعنف لما لم يعنف لأن الاجتهد وارد فيه إصابة والخطأ وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن من اجتهد فأصاب فلاه أجر ومن اجتهد فأخطأ فلاه أجر لا يعنف في هذا الباب وهذا سيكون تفسيره في الدرس القادم وبهذا تكون أجروس الليلة بفضل من ربنا ونعمة قد انتهت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر